يا رب يا رب بدنا ما نعرف هيثبت الجول ولا لا بدنا ما نعرف هيثبت الجول ولا لا بدنا ما نعرف هيثبت الجول ولا لا لا لقطة معقدة كثير كثير اخر لقطة معقدة بالشكل مجموعة جول 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 أو الفوص المغرب هذا الدوري ارسنالي هذا الدوري ارسنالي زينجينكو ملك المبارات كلث وثانين ثلاثة اثنين يعني فينا نقول مبروك فينا نقول مبروك حاليا فينا نقول مبروك فينا نقول مبروك إن شاء الله تعالى فينا نقول ألف 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 مبروك لجماهير الأرسنال الانتصار يعني صح أنتوقعت النتيجة أنه كنت متوقع تعادل وبتمنىها انتصار فحصلت الأمنية وما حصل التوقع بصراحة وكتبت على فيسبوك قبل ما بلش تصوير لغري نشرت أنه عن جد محظوظ اليونيتد عن جد محظوظ أنه كيف انتهت بس هيك ما بعرف أنه شلوم ما أخذ سكور ما بعرف بنفس الوقت عن جد ترفع له القبة على الأداء هل رح تقال لي كيف هيك عن جد أنت كيف صمدت أمام هذا الطفان وسجلت هدفين لأ برابو عليك بالنهاية عن جد برابو عليك مباراة عظيمة جدا من اليونيتد المباراة لأكل الأمانة مباراة لأ شابو تينهاق برابو على الشغل نيال جمهر اليونيتد على راشفورت بيك الأمانة هارد لك كلمة مستحقة عن جد كلمة مستحقة بنفس الوقت بقال لك كام ممكن يستقبل سكور لماذا أنا عم أقول هيك لأنه كمية الهجمات اللي عملها لأرسنل شيء لا يصدق كمية الضغط كمية الاستحوات كمية التمريرات كمية تسريع الرتم أنت كيف حسن تصمد 90 دقيقة يا رجل أنا مصدوم كيف صمد اليونيتد اليونيتد بدأ المباراة 4-2-3-1 ومنزل بيك هورست تينهاق أنا استغربت من هذه بصراحة لماذا هذا الاختيار تحديدا بس أنه ربما ما في حدا جاهز ثاني بالنهاية فمعه حق بالمقابل أرتيتا كمان دخل 4-2-3-1 طبعا هي الخطة خطة التماثل تقريبا حتى كل لعب يكون سهل عليه من يمسك وتكون المهمات أسهل من الناحية التكتيكية بدلشت المباراة تقريبا كان اليونيتد مثل ما توقعت عم يدافع والأرسنل هو اللي عم يضغط لكن بعد خمس دقائق ست دقائق صار في ثلاث ركنيات للأرسنل فأنت لوحدك فيك تصعب كم هجمة كان فيه لأرسنل أصلا رقم كبير جدا فلذلك شفنا تينهاق بيعطو تعليماته لأ قرب وصير ضغط ضغط عالي وضغط متوسط قصة أنك الدافع رح تبلع سكور خيالي ربما تخلص مفضيحة المباراة تخلص بنتيجة ما تكررت بالتاريخ يمكن التماني ترجع لليونيتد أنا لا صفر عندي على فكرة الحكم يعني بس اجاني الاشعار أنه خلصة المباراة شوية ماخرى عندي المباراة بكل الأحوال مبروك تاني مرة للأرسنل بعدين اليونيتد بدأ يلعب إسهو بالضغط العالي والمتوسط كما متل ما توقعت حاول يكون مركز دائما على مارتين أوديغارد يكون دائما بين لعبين المحاور والذي هين إريكسون واسكوت مكتوموناي بكل أمانة اللاعبين قدموا مباراة ممتازة مباراة عظمة عظمة بكل معنى الكلمة مباراة ممتازة جدا مشيت الأمور بكل أمانة مشيت بالبداية مشيت مع اليونيتد ما استقبل هدف إتس أوكي يعني يحسب لهم كل أمانة برابا قولون يعني بالنهاي لكن الفكرة أنهون اليونيتد لما كان يهاجم لما كان يهاجم لأرسنن عم ينفد هو بالنهاية عم ينفد نفد مرة 2-3 أوديغارد كان ينفد ساكا مارتينيلي كان لابأس وضعه أيضا لكن عابتنا تخليين لك سوء التوفيق فين لك سوء التوفيق ربما هو الموضوع سوء التوفيق لما اليونيتد كان يهاجم كان فيه إشكال لأنه ما كان يعرف يدخل الكورولا داخل منطقة الجزاء بنفس الوقت يعني كان دائما محاصر معزول جو جديد عليه ما نؤدهي قمم بكل أمانة فما كان في إلا الحل الفردي ووجد قذيفة ماركوس راشفورد للأمانة هدف يعني هدف 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 طول المباراة كان اليونيتد من العمق ما يحسن يتخطط منها أي تشاكو بارتي دائما المرة الوحيدة اللي زادوا عدديا مع راشفورد عمل حدا معه وانتو برونو أو لعب تاني ما بعرف عمل مع وانتو فحسن يتخطط توماس بارتي هي ما فيني سميها هفو يوم بارتي فيني سميها أنه لأ شطارة من اليونيتد عمله زيادة عددية علي لأنه يا أخي أنت ما عم تحسن تقطع هذا المطق يعني هون بتنتهي الكرة الأرضية عند اليونيتد كانت فمر واحدة عبر منه وعطى قذيفة لأنه عرفان راشفورد وصول ما في وصول ما في بدك لعب حاسم من بعيد يعطيه قذائف فعنجد نهيان اليونيتد على هيك لعب تقدم اليونيتد بالهدف الأول حتى يرجع طبعا الأرسنل يستمر بالضغط الرهيد نفسه ما في أي فارق نهائيا لكن الحلو بكذا الفريقين أن الفريقين كان عنده دائما ردة الفعل جاهزة ما أنه والله الفريقين كانوا يتأثروا لما يستقبلوا أهداف لا 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 من أول ثاني لآخر ثاني نفس الرتم يعني نحن تعبنا نحن عم نشوف المبارات يا جماعة العرسنل بقي يضغط فقط صار يكثف أكتر داخل المنطقة وهذا الشي ما كان يحصل بالشوت يعني قبل الهدف عفوان قبل الهدف الأول تحديدا فشفنا طبعا نحن العرضية وبعدين بيجي هدف من إيدرين كيتيا على طريقة تيري أونري بكل أمانة ذكرنا بهدفه باليونيتد يعني رجعنا كتير كتير لأيام زمان هذا الهدف هدف إيدرين كيتيا وبعدين تقدم شفنا بقي الأرسنل عم يضغط بقي عم يضغط اليونيتد حاول يوصل لكن كانت الأمور الصعبة عليه بكل أمانة ما حسن يوصل لمنطقة جزاء الأرسنل حتى بمجمل المبارات فأجي الرد الساحق من ساكا هون بقذيفة نفس قذيفة راشفورد ونفس الاحتفالية وحدة بوحدة والبادي أظلم الحلو هون أنه اليونيتد تبقي على تصميم وأنه ممكن أعمل شيء ممكن أعمل شيء وخدمه التوفيق اللي بيقدم للكرة بتقدم له اي أنا عم قول محظوظ اليونيتد ما بلع سكور اليوم لكن برابع لي هون ضل عم يضغط حتى أجي طبعا الكرة السوق تفاهم سوق تنسيق ولو طلع بتعادل رح قل له مبروك للتعادل عن جد بالنهاية قدموا لكرة القدم لعبوا 90 دقيقة كاملة ممتاز كل شغلا كان ممتاز لكن بالنهاية أنت صمت صمت أسطوري يعني العرسنال بالنهاية ضل ضغطك من أول لآخر ثانية ضغط عالي ورتم سريع ورهيب جدا أنك تلعب بأسلوب الضغط العالي والمتوسط طوال المباراة والضلم حافظ على حالك لا بكل أماني هذا شيء كبير طبعا بعد التعادل ربما فقط هون الوقت اللي تنهاك فيه رجع الفريق لورنا وعما عمل بلوك قال لك هل الأرسنال بيهدى وهل بيهدى وهل بيهدى يعني بالنهاية أي فريق بضيقع ضيقع بدنيا لكن الأرسنال ما وقع بالنهاية اللي حصل أنه ما وقع وضل ضغط حتى آخر ثانية حتى شفنا أجا الهدف الثالث مثل ما شفته مع بعض يعني شفناه مع بعضنا بكل أمانة شهدت المباراة طبعا مشاركة روستارد يعني بعض الدقائق لا بأس فيه عمل شوية حركية حلوة جدا بكل أمانة لكن الرجل المباراة من وجهة نظري هو زينشينكو بدون أي منازع زينشينكو عمل ماتش تاريخي وقدام اليونيتد لا ماتش تاريخي بكل أمانة يعني حرفيا أنتوني ظهر سيئ بسبب زينشينكو بسبب زينشينكو ظهر أنتوني سيئ جدا لأنه ما كان عرفان يهاجم ولا يدافع بسبب هذا اللاعب يعني شلشوا نحن نحن نحكي مصطلح سوري عندنا شلشوا لللاعب شلش أهله ما عند عرف يخليهم كيف يفدو ما عند عرف يخلي كيف يلعب فأنا بشوف زينشينكو رجل المباراة بكل المراكز يتواجد فيها سواء بمركز الظهير سواء لما كان يهاجم يفتح الملعب أو حتى لما يعبي مكان تشاكا وتشاكا اللي هو كان يفتح الملعب ببعض الأحيان أنا بشوف أفضل لعب بالمباراة وربما ما بعضه بيجي ساكا وراشفورد ما فيني فوضل بيناتهم بكل أمانة أوديغارد لاعب رائع خلص الحكي فيه رسام بكل أمانة لكن ما في نلومه أنه ما ظهر كثير هو ظهر بس ما ظهر كثير تمام وتاني شيء كمان التوفيق كان ضده يعني أول شيء كان دائما هو وقعام بين لاعبين محور وبين محور الدفاع فهو بين الرباعي بشكل دائم ما فيني لومه حاصروا حصار دائم طوال المباراة حيدوا تحييت جيد لا بأس فيه طبعا أكيد كان قلو فرص لأنه ما فيك تطلع اللاعب تماما من اللعبة بالنهاي اللاعب مهاري جدا لابد أن ينفد لكن حتى بالكرة اللي كان المفروض يكون فيها هدف إريكسون شالب رجلو برابو عليه بالنهاي ربما لو تسجل هدف كنت شفت أوليغارد ويرمرديح فيه بشكل دائم أو بشكل مستمر بعد المباراة لكن طبعا بالنهاي الكرة أقوال بالنهاي أهم شيء بهاي المباراة مثل ما كتبت قبلها بعدة ساعات اليوم المهم الفوز وليس شكله لكن نحنا أخذنا فوز وشكل كمان بنفس الوقت مبروك اليونيتد فريق عظيم فريق عظيم فريق عظيم فريق عظيم بكل معنى الكلمة برابو تينهاك برابو على هذا الفريق الأكتر من رائع بكل أمانة شكرا ميكل أرتيتا لفريق للتاريخ 50 نقطة أول مدرب يوصل لـ 50 نقطة حاليا شيء تاريخي بكل أمانة برابو أقول لكم شكرا لكل الشباب ما حد أصر منكم نهائيا رامز ديل ما في إشكال غلطت بكرة لكن أنت شلتنا بكتير مباراة كان عندك انقاذات حلوة سواء بهاي المباراة أو حتى بغيرة بنوايت تلقى كارت أصفر بالشوط الأول ما حسن للعب بالشوط الثاني لأنه اللاعب خرج من اللعب ما فيك تلعب بريمير ليك بكلاسيكي كلاسيكو أو تقريبا إنجليزي وإنت متلقي بطاقة صفراء الموضوع بيكون ضغط صعب فكان لازم يطلع ويدخل تومياسو اللي أدى واجبه مية بالمية ولا كأنه بنوايت خارج الملعب بل كان أفضل منه ما شاء الله تعالى بالزيادة العددية أو حتى بفتح الملعب أي لعب بنهاي له هفو لازم جوا المبارات لكن أنك تقول بارتي ما غلط غير خطأين جوا المبارات مستوعبين الكلمة تسعين دقيقة بهيك مبارات غلط فقط خطأين لا أبرابو عليه أبرابو أبرابو كلمة اللي عم يتطور ولا كأنه جابرييل جيسوس غايب عنا لحد الآن فريق كامل نقدم مبارات على أعلى مستوى ألف بروك ألف بروك تاني مرة خمسين نقطة تقريبا صار فينا الأول خلاص حلم البريمير ليج ما عند اسمه حلم الآن البريمير ليج بإذن الله حطوا إيراكم بخانة التعليقات مبروك جماهير الأرسنل مبروك جماهير لينيتد على هذا الفريق الأكتر من رائع وهارد لك لا هاي الخسارة بشوفكم على خير الشيء الله تعالى بفيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله ما في مونتاجي اليوم دغري بسيك تصوير وتطفاي